اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في عدد واحد اربعة بيقول بمراحم الرب واغني الى الظهر لدور فدور اخبر عن حقك بفمي لاني قلت ان الرحمة الى الظهر تبنى السماوات تثبت فيها حقك السماوات تثبت فيها حقك كلمة حقك هنا في اصلها او اصلها اللغوي امانتك فيسفولنس السماوات تثبت فيها حقك او تثبت فيها امانتك يعني انت يا ربي الواحد لما يشوف تدبير الظهور وتدبير التاريخ واللي بيحصل على مدى التاريخ ويشوف تدبير السماوات وتدبير الارض كل دي اثبات ان الله امين الله امين تتكلم عن امانة الله في مراسي ثلاثة في عدد اتنين وعشرين بيقول انه من احسنات الرب ان انا لابنفنا لان مرحمه لا تزول عدد تلاثة وعشرين بيتكلم عن مرحمة الله انها جديدة كل صباح وبعدين يقول كثيرة امانتك كثيرة امانتك وكلمة كثيرة امانتك معناها عظيمة عظيمة امانتك الله بيدعى ان هو اله الحق يقول فدايتا يا رب اله الحق يعني ايه امانة الله امانة الله يعني الله امين في وعوده والله امين طبعا في طبعته هو امين في وعوده وصادق في وعوده عشان كده في سفر التسنية بيقول آلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الأمين الحافظ العهد والإحسان الذين يحبونه ويحفظونه وصياه إلى ألف جيل يعني مهما التاريخ يتغير ويمشي ولكن الله يظل أمين الله يظل أمين في وعده أفتاق القصة لما ربنا زعل من سليمان الملك وقال له أن أنا هأسم المملكة بتاعتك ولكن قال له أنا مش هأسم المملكة بتاعتك في حياتك لكن هأسمها بعدك علشان عهدي مع داود أبوك فهنا ربنا كان وعد داود أنه يثبت مملكته وأن ابنه هيجي يجلس عليها سليمان فربنا عشان وعده مع داود مع أن داود كان مات في الوقت ده عشان وعد ربنا مع داود الله ظل أمين على وعده مرضيش يأسم المملكة في أيام سليمان الملك وخلى انقسام المملكة تبقى بعد موت سليمان في أيام أربع عام ورحب عام ففي سفر عدد في عدد 23-19 ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي فهنا أمانة الله مرتبطة بأمور كثيرة إنه هو الله لما يوعد بحاجة هو عارف كويس إنه هو لأنه القادر على كل شيء إنما فيه ظروف خارجية هتؤثر في وعد الله أو تؤثر إن الله يغير رأيه أو إن الله يندم على كلامه أو إنه هو يقول على حاجة ومعملهاش فبيقول ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي فهنا كلام برضو عن الله الأمين الكلام صادق ومنزح عن الكذب وأي حاجة بيقولها بينفزها في رسالة بولسة رسول تيتوس في صحاح واحد في عدد اتنين يتكلم عن الله إنه الله المنزح عن الكذب الله المنزح عن الكذب يعني مش ممكن أبدا أبدا بأي حال من الأحوال إن ربنا يغير كلامه أو إن الله ما يحفظ وعده أو عهده أو إنه يقول حاجة ولا يفي بيها حتى إن عدم أمانة البشر ما يغيرش في طبيعة الله يعني ممكن إحنا البشر نتغير ونبقى غير أمناء مع ربنا ولكن تقدر معيد الله سبتة لنا لما نرجع بالتوبة ليه ناخد هذه المعيد والله لا ينكر نفسه فبولسة رسول بيقول في تمساوسة الثانية اتنين تلات عشر يقول إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه لأن دي حاجة مرتبطة بطبيعة الله الزاتية إنه أمنته معناه إنه هو صادق مع نفسه معناه إنه لا يقدر أن ينكر نفسه فحتى إحنا لو كنا غير أمناء الله يظل أمين وده اللي خلى ربنا في خطة الخلاص إنه هو ينفس خطة الخلاص برغوة من عدم أمانة الشعب اللي اختاره في العهد القديم الشعب اليهودي ولكن ربنا اختار هذا الشعب برغوة من ضعفهم عدم أمانتهم لكن الله نفس كل الخطة بتاعته بقبوله للأمم وفتح باب الخلاص والبركة في نسل إبراهيم واللي أمنه في المسيح يسوع يبقوا محسوبين من نسل إبراهيم ويظل الله أمينه أمينا في وعده للده لإبراهيم في نسلك تبارك كل الأمم أو كل الأرض ففي نسل إبراهيم تبارك الكل في المسيح يسوع برغوة من عدم أمانة شعب الله اليهود في الوقت ده فده بتكلم عنه بوليس الرسول في روميا 3 في عدد واحد لأربعة يقول إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نافع الختان كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله يعني معنى كلام إيه معنى أن ربنا إدى النموس وإدى الشريعة لليهود أعطى كلمته لليهود النموس لليهود ولكن اليهود كانوا غير أمناء على هذا النموس وعلى هذه الكلمة بعد ما ربنا استأمنهم على أقوال الله لم يوجدوا أمناء ولكن هل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله وربنا يقول خلاص فرجيتت ننسى موضوع الخلاص ده إذا كان شعبي ما بقاش أمين يعني لسه دور على الأمم اللي هم ما يعرفوش حاجة عني ولكن الله لا يقدر أن ينكر نفسه وظل الله أمينا بالره من عدم أمانة شعبه فعشان كده أبوليس يقول إيه بيقول فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء فلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله حاشا بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا ولهذا الله نفس خطة الخلاص في شخص النسيح بالرغم من عدم أمانة شعبه بعد ما استأمنهم على أقواله الإلهية من أجل أمانة الله الله بينقذ أولاده وشعبه من التجارب من أجل أمانته مع أولاده عشان كده أبوليس الرسول في كورنسيس يقول عشر ترتاشر يقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية لأن لكن الله أمين الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع تجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا يعني هنا الموضوع فيه جانبين الجانب الأول أن الله يسمح بالتجربة في حدود إمكانية الإنسان ليس فوق ما يستطيع وغير كده كمان الجانب الثاني أنه بيعمل منفذ من التجربة ليه يعني يطلع الإنسان من التجربة ليه لأن الله أمين مع ولاده والأجل أمانته مع ولاده هو لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل ويعطينا المنفذ في التجرب الله أمين أمين في مواعيده ودي حاجة تفرحنا جدا واتخلينا نتشجع في كل ظروف حياتنا إن الله أمين الذي وعد هو أمين نتمسك بقرار الرجاء راسخة لأن الذي وعد هو أمين يعني ربنا قال لنا لا تخافوا أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر إلا قال كده أمين معنى إنه هو فعلا يبقى معنا كل الأيام ولا انقضاء الظهر فيجب أن نحن نصق في هذه الأمانة نصق في هذه المواعيد لأن نحن وثقين في أمانة الله الله مثلا قال إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها برضو نصق في هذه المواعيد إن الكنيسة راسخة موجودة بنعمة ربنا إلى الأبد لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها والذي وعد هو أمين الله أيضا وعد وعود كثيرة وعد إنه لا يترك عسى الخطاة تستقر على نصيب الصديقين فده تخلينا برضو متشجعين وفرحنين إنه نحن وثقين في أمانة الله إنه مش ممكن يخلي الأشرار أو الشر يبهو ليه الجولة الأخيرة أو النصر الأخيرة في حياتنا لكن الله أمين يعطينا المنفذ ويعطينا الخلاص من الأشرار ومن الشر فسقطنا في أمانة الله تخلينا نصق في مواعيد الله الخاصة بينا واللي تفرحنا وتشجعنا في غربتنا في هذا العالم وتشجعنا إلى يوم لقانا مع حبيبنا السماوي ربنا يسوع المسيح في مجيئه التاني الرب يسوع المسيح قال أنا جاي وأخذكم لتكونوا معي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا هذه المواعيد مواعيد أمينة بروح الله القدوس ينبغي أن نحن نخدها بثقة في أمانة الله ونفرح بيها ربنا أمين في كل مواعيده ربنا أمين في مواعيده مش فقط اللي هي نعيش بيها في هذا العالم برجاء وبتعزية وتشجيع وثقة في الأبدية والملكوت السماوي أمين أيضا أنه يخفر لنا خطيانا بيقول كده قديس يوحنى في يوحنى الأولى إصحاح واحد في عدد تسع يقول أن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلماته ليست فينا يعني إذا كان أحنا الخطيئة كان لها دور في حياتنا ولكن الخطيئة ليس لها الدور النهائي في حياتنا ولكن الدور النهائي هو أمانة الله وثقتنا في أمانة الله إن احنا لما نيجي ليه باعتراف بالخطيئة هو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم ودم ربنا يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة أمانتنا في إلسقتنا في أمانة الله تجعلنا إحنا عايشين في فرح وفي انتظار وفي توقع لخلاص الله والعمل الله المجيد في حياتنا زي ما الله أمين معانا الله بينتظر إن احنا أيضا نكون أملاء معاه نكون أملاء معاه المثال الكامل لأمانة أولاد الله اللي احنا بننظر إليه ونحتذي به ونقتدي به هو مثال ربنا يسوع المسيح ابن الله نفسه لأنه هو الذي قيل عنه أنه الشاهد الأمين الصادق هو الرب يسوع المسيح اللي شهد لنا عن صدق أمانة الله وورينا إزاي أنه هو يعيش بأمانة وبصدق أمام الله الآب وهو في جسد البشرية إلى النهاية أطاع حتى الموت موت الصليب حتى الموت لم يزعزعه عن محبته للآب السماوي وعن ثقة في الآب السماوي وأمانة الآب السماوي السيد المسيح هو اللي تجسدت فيه أمانة الله شفنا فيه أمانة الله متجسدة هو الشاهد الأمين اللي تكلم عنه أشهية في أشهية 11 في عدد 1 لخمسة يقول أنه يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض وبعدين يقول عنه ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه الأمانة منطقة حقويه يعني إيه الأمانة منطقة حقويه المنطقة دي اللي هو الحزام اللي كانوا بيلبسوا المتدينين زي زي يوحان المعمدان في العهد الأديم وزي الإسكيم دلوقتي عند الأباء الرهبان فبيقول أن الرب يسوع المسيح له منطقة له منطقة عند حقويه هذه المنطقة عند حقويه ليست منطقة من جلد ولا من أماش ولكن المنطقة اللي عند حقويه هي الأمانة هي الأمانة نفسها بمعنى أنه ملتزم ملتزم بالأمانة حتى النهاية في سفر الرؤية في إصحاح واحد في عدد أربعة يتكلم عن الرب يسوع في عدد خمسة يتكلم عن الرب يسوع ويقول من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات الشاهد الأمين يسوع المسيح هو الشاهد الأمين الذي شهد لنا عن صدق موعيد الله وعن أمانة الله والذي أخبرنا عن حب الله وعن طبيعة الله وصار حب الله وطبيعة الله وأمانة الله متجسدة في حياته على الأرض وبرضو في رؤية ثلاثة في عدد أربعة عشر لما بيكتب رسالة لملاء كنسي اللوذكيين يقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءت خليقة الله فأصبح تعبير الأمين هو أحد الألقاب لربنا يسوع المسيح الشاهد الأمين هو الأمين والشاهد الأمين اللي شاهد لنا على صدق الله وعلى الحق الإلهي في رؤية تساعتاشر في عدد حداشر قديس حن رأى السماء مفتوحة ورأى الرب يسوع المسيح جالس على فرص أبيض وبيقول الجالس عليه يدعى أمينا صادقا يدعى أمينا صادقا وبالعدل يحكم ويحارب وبالعدل يحكم ويحارب في عبرانيين 2017 يتكلم عن الرب يسوع المسيح يقول كان ينبغى أن يجب أخواته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمين فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب يعني صفة رئيسية من صفات ربنا يسوع المسيح علشان يبقى هو الفادي الذي يكفر عن خطايا الشعب أنه كان أمينا فيما لله أمينا فيما لله يعني وفى كل المطالب الإلهية مطالب العدل الإلهي اللي طالبه في حياته وفي ألامه وفي موته فهو الأمين فيما لله أمين في كل ما يختص بالله من لا يناش فيه أي عيب في تنفيذ الوصايا الله ولا لشريعة الله ولا للنموص الله ولا فيه أي خطية القدوس الذي بلا الشر الذي انفصل عن الخطاة عشان كده بيقول بولس الرسول من ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهناته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه يعني نتعلم منه الأمانة فيما لله في الأمور التي تختص والله فإذا كان ربنا يسوع المسيح هو المسال الأعظم للأمانة أو أن نحن نبقى أمناء فيما يختص بالأمور الإلهية أو فيما يختص بالله الله يطلب من شعبه أن يصير أمناء ويعطيهم الروح القدس الذي يسمر فيهم أمانة فلما يتكلم بوليس الرسول عن سامر الروح في غلطية خمسة يقول سامر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان ودعى تعفف كلمة إيمان هنا الحقيقة أصلها أمانة فايسفولنس مش مقصود بها إيمان يعني إيمان في العقيدة ولكن مقصود بها فايسفولنس يعني أمانة أمانة في تنفيذ وصايا الله أمانة طبعا حتى أيضا في العقيدة ولكن تحمل المعنى العملي إنه مش مجرد إيمان نظري ولكن إيمان بأمانة أمانة في تنفيذ وصايا الله يقول كده كنا نعيش بالروح فلنسلق أيضا بحسب الروح السلوك بحسب الروح هو هذا النوع من الأمانة اللي يطلبها ربنا الله هو حافظ الأمانة وربنا يحفظ الأمناء في نحمية تسعة في عدد سبعة يقول أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبراهام وأخرجت من أورك الدانيين وجعلت اسمه إبراهيم وجدت قلبه أمينا أمامك وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين والحسيين إلى آخره وقد أنجزت وعدك لأنك صادق فالله لما يلاقينا أمناء زي إبراهام اللي هو صار اسمه إبراهيم إبراهيم ويشوف قلبنا الصادق أمامه يعطينا بركة موعيده الحقيقة اللي بيأخر موعيد البركة بالنسبة لنا هو عدم أمانتنا يظل الله أمينه موعيده قائمة بلا تغيير ولكن عدم أمانتنا هو اللي بيعطل الله من تنفيذ خطته الإلهية في حياتنا وبولس الرسول يقول لتموساوس ما سمعت مني بشهود كثيرين أو داعه وناس ومناء يكون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا ربنا بيتدور على أمانة ولاده وأمانة خدامه وتتسلم الخدمة من خادم لخادم من أمين لأمين إلى نهاية الظهور هذه هي الصفة أمانة الله وإزاي أنها مرتبطة بوعود الله موعيد الله لنا ورأينا هذه الأمانة متجسدة في شخص ربنا إساء المسيح وربنا بيطلب مننا أن نحن نصير أمناء فيما لله ونلتقي في لقاء آخر لربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين في العهد الجديد الرب يسوع علمنا عن أبوة الله وأعلن عن اسم الله عارفين اللي عمل شمس وأعمل كل الله أصل الخليقة من جهة الخلق من جهة النشأ والوجود ونلتقي نسمع من الدور كل ربنا ربنا يسوع المسيح علمنا متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات من لي أنفاس وتززل أساس الجبل من لي أنفاس وتززل أساس الجبل الله هو أبو ربنا يسوع المسيح بصفة فريدة من جهة الطبيعة والجوهر الله أبو المؤمنين بصفة خاصة من جهة الخلاص والتبني